لقد مر معظمنا بمرحلة خاصة وفريدة في الصغر، تعلمنا فيها استكشاف محيطنا وتقييم قدراتنا، ثم أدركنا قوة عملية التعلم في حياتنا، وسواء كان هذا التعلم صعباً أو سهلاً فقد سعينا للمزيد، وأثار العالم فضولنا أكثر فأكثر. في المقال التالي يتحدث سال خان، مؤسس أكاديمية خان المعروفة، عن تجربته مع ابنه خلال تلك المرحلة من حياته، ويعكس بعضاً من النظريات والدراسات التي تناولت موضوعي التعلم والمكافأة، ودورهما في تطوير المهارات. أسطورة التعلم، لماذا الحذر من القول لأبنائنا إنكم أذكياء؟ بدأ ابني ذو الخمس سنوات القراءة، حيث نستلقي كل ليلة على فراشه ليقرأ لي كتاباً صغيراً، وعندما تواجهه كلمة صعبة يتجاوزها بسرعة وبشكل طبيعي، فمثلاً في الليلة الماضية واجه بعض الصعوبة في كلمة غراتفولي، وفي النهاية تمكن من نطقها بعد دقيقة كاملة من العناء. بعدها حدثني قائلاً، أبي، ألست فخوراً في كيفية مقاومتي لتلك الكلمة؟ أعتقد أنني بدأت أشعر بأن دماغي ينمو. ابتسمت، ابني الآن حقق العبارة القائلة النمو الذهني، لكن ذلك لم يكن صدفة. مؤخراً وضعت بحوث الأداء العملية التي قرأتها على مدى عدة سنوات حيز التنفيذ، وبعدها قررت أن أثني على أولادي، ليس فقط عندما ينجحون في الأشياء التي يجيدونها، ولكن أيضاً عند المثابرة على مواجهة الأمور التي يجدون صعوبة في أدائها، كما أضحت له بأنه من خلال المثابرة والمحاولة سينمو دماغك ويكبر. ومن بين الأبحاث الدقيقة في مجال التعلم، هذه التجربة الواقعية مع ابني، أصبح لدي قناعة أكثر من أي وقت مضى بأن طريقة التفكير ستدفع إلى التعلم أكثر من أي شيء ندرسه. أدرك الباحثون منذ زمن أن الدماغ كالعضلات، كلما استخدمته أكثر، كلما نمى أكثر، ووجدوا أن الناقلات العصبية تتشكل وتتعمق عندما نؤدي أصعب المهام ونخطئ، أكثر مما هو الحال عندما نؤدي عملاً سهلاً ونجحاً. هذا يعني أن القدرة على التعلم لم تحل بعد، وأن أفضل طريقة نستطيع من خلالها تنمية ذكائنا هي تقبل المهام حيث نجتهد ونخطئ. مع ذلك لا يوافق الجميع على هذه النظرية، حيث عكفت الدكتورة كارول دويك من جامعة ستانفورد على دراسة عقليات الناس نحو التعلم على مدى عقود، ووجدت أن أغلب الناس يتفقون مع إحدى العقليتين الثابتة أو النامية، حيث يعتقد أصحاب العقليات الثابتة خطأاً أن الناس إما أذكية أو لا، وأن القدرة على التعلم لا تتغير. أما أصحاب العقلية النامية، فيعتقدون أن القدرة على التعلم يمكن أن تنمو من خلال تأثيرات الاجتهاد والفشل. كما وجدت دويك أن أصحاب العقلية الثابتة يركزون على المهام التي لديها فرص أكبر من نجاح، ويبتعدون عن المهام التي يكون فيها اجتهاد وفشل، وبذلك يحدون من تعلمهم. إلا أن أصحاب العقلية النامية على أي حال يعشقون التحديات، ويفهمون أنه بالإمكان المثابرة والاجتهاد أن يغير نمط تعلمهم. ومما سبق ذكره، يمكنكم تصور أن المجموعة الأخيرة هم الأكثر نشاطاً ونمواً فكرياً. والخبر الجيد هنا أن العقليات يمكن درستها، وهي حقاً مرنة، وما هو مدهش أيضاً أن دويك وآخرون وضعوا التقنيات التي تسمى تدخلات النمو العقلية، التي تبين أنه يمكن للتغيرات الصغيرة في التواصل أو التعليقات المزعجة أن يكون لها أثر على المدى البعيد على ذهنية الشخص. وأحتى الطرائق لتعزيز النمو العقلي مع أي شخص هي إطراء المديح بعمله، على سبيل المثال أنا أحب الطريقة التي عالجت بها المشكلة حقاً، أو الإشادة بميزة فطرية أو موهبة، كالقول أنت ذكي جداً، وهذا ما أكده كان بقوله أن الطلاب يقضون المزيد من الوقت للتعلم بعد إطراء المديح إليهم، وهذا يؤكد أن العقل مثل العضلات. إن الإنترنت هي الحلم لشخص ذي عقلية نامية، لأنه وحسب آراء كل من كان أكاديمي، موكس وآخرون، لأنه من خلالها يمكن الوصول إلى محتوى كبير وغير محدود، مما يساعد الشخص على نمو دماغه. على أي حال، لن يستفيد المجتمع بشكل كامل من الأشخاص عديمي التفكير النامي، ماذا سيحدث لو حاولنا تغيير هذا؟ ماذا لو بدأنا استخدام الوسائل التي بحوزتنا، وبدأنا إجراءات التدخل العقلي؟ إنها تنطبق على كيفية التواصل مع أطفالك، وكيف تدير فريقك في العمل، وكيف تتعلم لغة جديدة. إذا بدأ المجتمع كله في تبني الاجتهاد من أجل التعلم، فلن يوجد حدود لما يمكن أن يتحقق من إنجازات إنسانية عالمية، وهذه مفاجأة لك. من خلال قراءتك لهذا التقرير، فإنك خضعت للنصف الأول من التدخل للنمو العقلي، حيث تشير الأبحاث إلى أن الدماغ ينمو بمجرد الحصول على أسئلة خاطئة وليست صحيحة. ومن هنا يمكن أن تبدأ في تغيير عقلية الشخص، والنصف الثاني من التدخل هو من أجلك أنت، من أجل أن توصل البحث للآخرين، وإن الاجتهاد من أجل التعلم سيساعدك لتحقيق الكثير، وبعد كل هذا لإبني أو لأي شخص آخر، أي إنسان يسألني عن التعلم، أريد منهم أن يعرفوا شيئا واحدا فقط. كلما واجهتم الصعوبات حتى لو أخطأتم، يمكنكم أن تتعلموا أي شيء. ترجمة نانسي قنقر